ما هي المعالجة الزكوية للديون؟ سواء كانت ديون مستحقة للمكلف وتصنف ضمن الموجودات المتداولة أو الموجودات غير المتداولة أو ديون مستحقة على المكلف لأطراف خارجية ويتم تصنيفها ضمن الالتزامات قصيرة الأجل أو طويلة الأجل في النوع الأول وهو الديون المستحقة للمكلف فيتم اعتبارها ضمن الأموال الزكوية ولا تحسن من مكونات وعاء الزكاة ولذلك لم ينص عليها ضمن الموجودات المحسومة في اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة أما في النوع الثاني عندما تكون الديون مستحقة لأطراف خارجية فتختلف طريقة التعامل حسب طبيعتها إذا كانت الالتزامات طويلة الأجل فإنها تضاف لمكونات الوعاء الزكوي برصيد آخر المدة ولا يعني إضافة الديون لتزكيتها وإنما لمقابلة المحسومات من الوعاء وإذا كانت الالتزامات قصيرة الأجل فالأصل ألا تضاف للوعاء الزكوي إلا في حالات محدودة في حال انطباق بعض الشروط المشار إليها في اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة وكل ما تتم إضافة من الديون المستحقة على المكلف يكون بقدر قيمة الموجودات المحسومة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك نعزز الوعي والمعرفة